اشتركوا في القناة قد ايه جمال مصر وبيساهم في الترويج للسياحة المصرية ضفنا النهاردة اصلا مهندس وبسبب حبه للسفر قرر انه يسافر ويساعد الناس كمان انها تسافر باقل التكاليف وبيقدر من خلال الفيديوز بتاعته انه ياخدنا في مغامرة ونروح بلايك كتير ونقابل طبعا جنسيات مختلفة ونشوف هم عايشين ازاي وخصوصا زي ما قلتلكم اماكن جوه مصر اللي عمرنا فعلا ما سمعنا عنها واحد من الاماكن اللي جواه مصر اللي انا متأكد بنسبة 90% منكم ما يعرفوش ده ايه مكان اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه السرابيوم وهو موجود في مجمع سقارة مكان ده موجود في 24 تابوت للعجل قبيس التوابيت دي كلها محمولة من الجرونيت الاسود والرمادي ووزنها بيوصل ساعات لمية طن مكان كله سرديب ومتاعات تحت الارض انا مش فاهم ازاي من الاف السنين كانوا بينقلوا التوابيت اللي كان وزنها مية طن دي لكل الاماكن اللي تحت الارض دي ولسه مروحتوش هناك فبجد فايتكم كده منوارنا في الستوديو النهاردة عبد الرحمن ازايك؟ كل طعم عامل ايه عبد الرحمن؟ كل حلو الحمد لله انا اول حاجة اسألك عليها Living the Dash اوكي احنا قبل ما نبتزي تصوير قلتلي ان ده بيكون اي قبر انسان بيكون عليه يوم ميلاد واليوم اللي بيموت فيه بالزبط فمع بين الاثنين دول في زي داش صغيرة كده في النص فهي دي الاسم بتاعي اللي هو Living Life او ده بتعيش حياتك اه بالزبط فهي الموضوع كله لي علاقة بان اي حد ممكن ياخد الاسم ده يبقى ليه هي مالهاش دعوة بشخص واحد بس انا حبيت ان هي يبقى اسم لأي حد ممكن يستخدمه ف Living the Dash معناها Living Life او اللي هو ده بتعيش حياتك بالزبط يعني بغض النظر بقى في الصفور في الجيم في الاكل في اي حاجة انت بتحبها ف You Living the Dash اي ان كان انت بتعمل اي بتحبه في الحياة طيب قولي انت سفرت كم بلد انا سفرت سبع بلاد بس رحت 62 مدينة انا شخص بيسافر بالراحة قوي فانا اي بلد بروح فيها لكي تشوف اكتر بالزبط اي بلد بروحها على الاقل مثلا هقعد هناك يعني ثلاثين يوم ولحد بقى ستين او اكتر بحب الف المدينة يعني كل مدينة مختلفة عن مدينة تانية ففكرة ان انا اعدي على البلد علشان بس يبقى اسمي ان انا رحتها دي مش طريقة الصفر بتاعتي خلص لا طبعا هي الاز احنا كلنا لما بنيجي نسافر بيبقى مثلا اخيرنا اربع خمس ايام وطبعا البلد بتبقى كبيرة وفيها حاجات كتيرة ومدن كتيرة واحنا دايما تلاقي انها مثلا بنروح الستي نفسها او اكتر مكان معروف او مكان مثلا المصيف لو في الصيف او مكان فيه شمس اكتر لو هو في الشتة ومنشوفش الباقي خالص انا بحب ان انا اشوف كل حتة في البلد علشان فعلا انا اعرفتها اعرفت الثقافة بتاعتهم عرفت بيعيشوا ازاي دياناتهم طريقة الكلام بتاعهم كل الكلام ده خصوصا الاكل كمان بحب الاكل قوي في الصفر فالاكل في كل مدينة حتى ساعات بيبقى مختلف عن مدينة تانية جزء الشمال غير جزء الجنوب غير جزء الشرق غير جزء الغرب في كل مدينة وكمان الكارتشر بتاعت الحتة بتكون مختلفة بالضبط ديانات مختلفة في كل حتة الطريقة اللي بتكلموا فيها بالضبط ساعات اللغة كمان بتبقى مختلفة في اماكن زي الهند ونيبال والحتة كتيرة قوي في اسيا اللغة نفسها بتاع مختلفة انت روحت فين بقى السبعة بلاد دون انا روحت تايلند والهند ونيبال وسيرلانكا والامارات ومصر والبانيا المانيا ولا البانيا البانيا بس هم بقى ألز واحدة في يوم بالنسبة لك كتانية والله يعني انا ما عنديش واحدة فيها يعني انا بفضلها عن التانية وفعلا كل واحدة كان فيها مغامرة مختلفة شفت فيها حاجات مختلفة خالص عن التانية بس انا بحب اسيا اكتر من اي حتة تانية لحد الوقت يعني اسيا هي مكاني مفضل من ناحية الطبيعة من ناحية الخضار الحياة المغامرات هناك كل الحاجات دي بالنسبة لي تبقى احلب كتير من الحياة التانية بس انا لسه قدامي اماكن كتير ازورها فلسه مش عارف تحديدا طيب الاماكن بقى اللي روحتها جوه مصر روحت فين روحت فين جوه مصر اه انا عايز اعرف الاشيات اللي احنا مش عارفينها يعني دايما احنا عارفين مثلا اكيد الغردقة عارفين الشرم الشيخ عارفين الأسر وأسوان بس احنا بنسمع على حياتة بجد جنة وحياتة عمرنا في حياتنا ما كنا ندخيل انها ممكن تكون موجودة واحنا اساسا مصريين وعايشين جوه البلد وما نعرفش حاجة عن الاماكن ويمكن بيجي لنا ناس قد كده من بره بيبقوا عايزين يروحوا الحياتة دي بيبقوا عارفينها كمان دي حاجة غريبة جدا صراحة من نسبة لي يعني فيه اماكن كتير قوي اصلا من الاماكن اللي هي ناس كتير قوي انا عارفتها من اجانب انا عارفتها من مصريين وبعد ذلك لما ابتديت انا عمل عنها فيديوهات وكده الناس عمرها ما كتبت عرف ان الاماكن دي موجودة فهي حاجة حلوة في السوشال ميديا دلوقتي انها فعلا بتقرب كل الحاجات والمعلومات دي من الناس ماذا هي الحياتة؟ انا حاجات بحرية او حاجات أثرية او حاجات أثرية ايضا حاجة بحرية واحدة شتوية واحدة أثرية من الحاجات الأثرية فعلا انا اتفاجأت بيها كانت سلديب الموتى أو مقابر قوم الشقافة في اسكندرية ناس كتير قوي من اسكندرية ومن القاهرة ومن كل حتة كانوا أول مرة يسمعوا عن سرديب الموتى ففي الفيديو ده هقول لكم هم إزاي أصلاً اكتشفوا سرديب الموتى اللي موجودة في اسكندرية سرديب الموتى تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع للغصور الوسط واسمها سرديب الموتى في قوم الشقافة وموجودة في قرموز طيب بس اكتشفوا بقى إزاي المكان ده من 121 سنة سنة 1900 بالظبط كان فيه حمار تائه قاعد بيتمشى وبعد كده بالصدفة الحمار ده واقع في السلم بتاع السرديب دي وبالصدفة اكتشفوا المكان ده المكان ده كان بيستخدم تمكبرة فعلاً من القرن التاني للقرن الرابع كل المعلومات اللي أنا قلتها دي أكوردينج تو ويكيبيديا وده كان إجابة على سؤال واحدة من عجائب الدنيا السبعة للغصور الوسطى يه فدي وما حدش يعرفها ولا ناس صرف عرفها خالص وحده أهل اسكندرين نفسهم معظمهم ما عرفهاش تدريد بقى لما روحت المكان ده أنا كنت عارفه من بلوجر كانت من أمريكا تقريباً أو حاجة كده وبعد كده قررت أنا روح المكان ده فالمكان كله بقى من تحت سرديب ومتاهات ومقابر فيه بقى حاجات هناك رومانية حاجات من حاجات فرعونية ففيه ميكس ثقافة غريب جداً تحت مش مفهوم هو كان عبارة عن ايه فيه صور مدوسة فيه حاجات غريبة قوي تحت فالمكان ده فعلاً يعني ما كانش مكتشف خالص لحد ما ابتديت أنا أعمل عنه فيديوهات كتير قوي والفيديوهات دي تقريباً كتعدت أول واحد عملته كان جام مليون وشوية بعد كده ابتدت أن أعمل شوية فيديوهات تانية عن المكان ده وابتدى بلوجرس تانين بقى يروح المكان ده بالزابط واحدة واحدة ابتدت الناس تعرف ايه سرديب الموتى أو مقابر المكان ده فيه في اسكندرية في قرموز أوكي في اسكندرية مكان حلو جداً وغريب وطريقة اكتشافه كمان كانت غريبة جداً والمفروض لكن هذا كودنجت ويكيبيديا يعني ما حدش عارف القصة الحقيقة كان فيه حمار بيتمشى كده رانوملي كان فيه حمار ماشي في اسكندرية كان فيه حمار ماشي في المكان ده وواع في السرداب وبعد كده بدأوا يحفروا بقى وينقابوا عن المكان ده حد أصلاً ما بدأوا يفتحوا بقى الأماكن يعني المكان اللي تحت ده لأنه كان مردوم بس ده كان طريقة الاكتشاف حسيت أنت عارف تشوف الدنيا متنورة كويس ولا حاسس أنه فيه ساعات ناس كتير تقولك مثلاً روحت للحتة الأثرية الفلانية بس ما كانتش حلوة قوي لم تبهرتش قوي المكان ده ايه؟ المكان ده هو ساعة لما أنا شفته على الإنترنت قبل ما أنا روح كان المفروض أن فيه أصلاً قوة تحت غرقينة مية المفروض بقى أن تقريباً وزارة السياحة اهتمت بالموضوع ده وشالوا كل المية اللي تحت والدنيا بقت منورة وموحدة حتى الناس تعرف تدخل وتتفرج بالضبط، حتى الناس تعرف تخش وتبقى مرتاحة خالص جوة فحتى الجو جوة مختلف عن الجو برا علشان الأرض نفسها مرتبة من كل حتة من كل المية اللي كانت موجودة تحت فالهواء نسبياً ساعة فهي مختلفة بس فيه نور تحت فيه الانترنت تودكي في كل حتة وينفع ندخل نصور وكده ولا ممنوع؟ ينفعه ينفع نصور بس مش في كل حتة الصراحة جوا يعني برضو تصوير ممنوع في بعض الاماكن بس ينفع يعني عادي نصور حاجات ببسيطة طيب ده بالنسبة للحاجات الموجودة جوا مصر الاثرية ممكن اه الحاجات بقى اللي فيها بحر صيف الحاجات اللي فيها بحر بحرنا عندنا عحلة بحر بجدزة عبدالرحبان انا عايزة اقول لك انا سافرت من قريب في الصيف برا مصر اوكي والمكان ده المفروض ان الناس بتنبهر به من العالم كله على البحر انا بصيت على البحر مش صدقة نفسي يعني احنا ما عندناش الزلط ده ما عندناش الراكس دي او الصخور دي بس انا تخضيت ان ازاي الناس مبهورة وبسيجي من العالم كلها شوفوا البحر ده واحدة وحرنا يعني بجد احلى منه وانضف منه وميته ادفى كمان منه تحفى ولونه فيعني اقول لي بقى الحتة الغريبة اللي احنا ما نعرفش عنها اللي موجودة في مصر ماشي اللي ينفع على الواحد يروح يستجمي فيها في الصيف ويعوم وكذا هو فعلا البوينت اللي انت كلمي فيها دي فعلا عندك فيها قوين للبحر بتاعنا فعلا ما فيش احنا منه دي حقيقة مية في المية الحتة بقى بتاعت البحر الحلو او الاماكن اللي فعلا الناس كتير قوية ما تروحهاش ممكن نتكلم مثلا على شاطئ زي شاطئ ابو دباب في مارس عالم اربع شاطئ في مارس عالم ما ينفعش تفاويتهم لما تروح هناك يلا بينا لو عايزين تنزل وتعموا مع سلاح في بحرية فلازم تروحوا شاطئ ابو دباب تمن دخول الشاطئ ده مية وعشرين جنيه للمصريين تاني شاطئ هنتكلم عليه هو شاطئ النيزة ومن الحاجات اللي بتتقل على الشاطئ ده ان في نيزة كوية زمان في المكان ده فهو اللي عمل الحفرة الكبيرة دي على شكل النيزة تالت شاطئ تروحوا هناك هو شاطئ المنجروف وتفرجوا على شجر المنجروف هناك وما تنسوش تشربوا القهوة الجبنة من هناك ورابع شاطئ وآخر شاطئ ما ينفعش تفوتوه لما تكونوا في مارس عالم هو شار من لولي او راس حنقورة بس كده ده شاطئ خطيرة حلوة قوي جدا 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 وهدية اه هي حاجة حلوة وحاجة وحشة يعني في نفس الوقت يعني بس ده 99% هنروح نشوف هناك سلاحف عملاقة فدي ما حدش يعرفها هل احنا عارفين ان احنا ممكن ننزل نعمع سلاحف جدا في اي وقت لا محدش يعرف الكلام ده بس الشاطئ ده 99% من الوقت هتروح هناك هتلاقي سلاحف كتير جدا حواليك السلاحف نفسها سعب بتطلع بره المياه تحفر في الرمله عشان ترمي البيض بتاعها وبيبقوا حطين حواليه علامات كتيرة اي وعشان نحمي الكلام ده فهم نسبين مهتمين بالكلام ده هناك فده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها مثلا او شاطئ اللي مش معروفة ده كمان حتى الاطفال انا مان بفكر لو انا خدت امني المكان ده ده هي عمباد بالضبط يعني عايم مع سلاحف بكل سهولة كده اللي هو مجرد بس هيخش خمس ده في المياه وحوالي يقصوا الحفتين تلاتة عملاقين في كل حتة ابو دباب ده فعلا جميل جدا 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 فيه مثلا برضو شرم اللولي في مرسعلم برضو المرسعلم دوري شواطئ حلا جدا الصراحة وبعيد عن بعض شوي صراحة هي مرسعلم المشكلة اللي وحيدة فيهاها بعض شواطئ عن بعض نسبية يعني الوحد بيطلع من المكان اللي ح fasten ب ط meng Grid آه ، اما الاتفاقات ، أو اما الاتفاقات ، ، اما الاتفاقات ، اما الإنتاج أو المكان الذي ننتجح فيه يمكن أن يوفر لنا ، المكان الذي نقوم بالحق فيه يوفر لنا أن نتحرك من شاتر إلى شاتر بالزبط. ، فإن هناك شيء يهم من كل الناس. ، طبعا أن نذهب إلى مكان جزء جديد ومختلف. ، يا هلا ، أيضا ، أيضا ، هل ندفع فلوس كثيرة قوي حتى نفعل حدوث تلك؟ أبو دباب يعتبر أغلى شاطئ يمكن أن نذهب في مرسى العالم هو الدخول هناك بـ 200 جنيه تقريباً للفارد ولكن هذا يجب علينا إدخال البحر كله ويجب علينا إدخال شازلونج يمكن أن نقض عليه بضلة وكل شيء شيء آخر مثل شرم اللولي والمنجروف وكل الكلام شرم اللولي هي فيها شعب مورجانية ليست ملموسة فعلاً كمية شعب مورجانية ليست طبيعية أنا لم أكن قبل ذلك وسمك موجود في كل حتة فمنبقى عايمين كده والشعب مورجانية زي حتة طويلة جداً كده وعندما يتمشى معها والواحد بيسرح بجاء الطبيعات يخش دوء وسمك حواليك صغير وكده في كل حتة فشرم اللولي ده طحفة فعلاً ده مثلاً الدخول بتاعه هو شرم اللولي موجود جوه محمية ودي الجمال الدخول هناك بيبقى بحوالي 50 جنيه للفارد حلو ده بالضبط أحسن شوية ومحمية ودي الجمال جوه كذا حاجة تتظهر يعني شاطئ القلعان أو المنجروف ده برضو جوه محمية ودي الجمال فالـ50 جنيه دي ممكن تدخلنا الشاطئين ده العادي جداً فيش أي مشكلة من أحلى الأماجين اللي ممكن تزروها في مرسى عالم هو شاطئ القلعان أو المنجروف شجر المنجروف اللي انتو شايفينه قدامكم ده مهدد بالانقرقود الشجر ده بيعيش في موية ملحة وده عكس الطبيعة اللي احنا نعرف أهم حاجة لما نروح المكان ان احنا نحافظ على نظافته وما نقفش على الجزور بتاعة الشجر ممكن وإحنا كمان نجرب قهوة الجبنة وده بتبقى قهوة خضرة عليها جنزبيل بيبقى طعمها حلو جداً ومختلف عن القهوة الطبيعية فيه أماكن بحرية كتيرة قوي حلوة في مصر أهم حاجة لما نزور الأماكن دين نحنا نكون مسؤولين ونحافظ على الحياة البحرية ونسيبها نظيفة زي ما هي فيه نيزك في مرسى عالم بردو بس ده من غير فلوس ده بنروح مجرد بس بالنركن العربية وبننزل النعوم وبعد كده بنطلع بس هو مفهوش شعور مورجاني كتير قوي بس صباحر حلو قوي هو مميز يعني شكله غريب هو المفروض اسمه نيزك عشان هو شبه نيزك فالأسطورة بتقول ان فيه نيزك واقع هنا زمان وعمل الحصة هديف بالضبط وكل الكلام ده بس طبعاً بس طبعاً بيش أحيات تثبت بس هو منظوره حلو قوي وأحلى وقت طبعاً يتروح فيه ونشوف اللون المية الحلو بيبقى على الساعة 12 الساعة 11 بعد كده وقت المغرب ما بيبقاش أحسن وقت بس يعني بس العوم فيه طبعاً مية حلوة ونزيفة جداً جداً كأنه حمام سباحة بس جزء من البحر يعني هو ياخد جزء من البحر كده ومية بتخش له منه فكأنه بجد حمام سباحة مفيش موك خالص بي هو يعني؟ لا مش بي هو كأنه حفرة في الأرض فهذا طحفة؟ اه فحفرة للأرض بواسعة فواخد النيزك النيزك يبقى احنا كده عندنا في مارس العالم ثلاث أماكن يا جماعة حلوين جداً أبو دباب بالضبط وشارم اللولي بالضبط والنيزك وبيقول لكم ان التكلفة هناك علشان نروح قليلة يعني 50 جنيه حلوة قوي احنا بنسمع أرقام في الصيف بتبقى غالية جداً وحاجات أرقام بتخد بالضبط ف50 جنيه ان انت تقضي يوم كامل هناك صح؟ اه بظبط يعني 50 جنيه ممكن تاخدنا تودينا شارم اللولي تاخدنا القلعان وتاخدنا النيزك حلوة قوي هذا يعني الدخول النيزك بابلاش الـ 50 جنيه دي ديت تأساساً كل واحدة دول منهم أساساً تقضي فيها يوم يعني هي اه يعني هي فعلاً ممكن نقضي هناك وقت طويل جداً ونبدأ مستمتعين بالجو والأعشاب بقى والشعب المرجاني اللي موجودة تحت كل الكلام ده بجد منظر بتبقى فضيعة. طيب. قولي يا عبد الرحمن. بالنسبة للمشتة. نحن طبعاً عارفين عن الأسر وأسوان وشرم الشيخ والردق. في أماكن تانية تبقى مشتة وحلوة. والواحد يقدر يروحها أجازة كده في المنزل السنة. من غير ما تبقى برضو تكلفها عالية. يعني ما تبقاش حاجة غالية. علينا. مثلاً واحد عايز سفر مثلاً إيه. ماشي. يومين في وسط الست الشهور بتوع الجو السائعة. ماشي. الكويس. يعني هي أرخص برضو من شرم الشيخ والغردقة وكل الكلام ده ممكن نقول دهب. المامشة بتاع دهب فيه قوتلات كتير جداً بكل الأسعار اللي موجودة. يعني من أول مثلاً متين أو متين وخمسين جنيه في اليوم. بالفطار لحد بقى طبعاً أرقام عالية جداً عادي. بس أنا قصدي إن المنميم موجود إن إحنا نلاقيه هناك بسهولة. وبتبقى حاجات كويسة. يعني تبقى حاجات حلوة جداً. أنا بقعد فيها برضو بمعظم الوقت. يعني هي تطراح هي بس المشكلة في الطريق. فاللي هيروح هناك هيبقى تليست بقى يقعد هناك ثلاثة أيام. لازم ثلاثة أيام على الأقل. ثلاثة ليالي كمان. يعني ثلاثة ليالي أربعة أيام على الأقل. عشان يقدر يشوف كل حاجة في ذهب ويستمتع بيها. بس هي كبلد هي رخيصة جداً. يعني هي ممكن إحنا نعيشها بطريقة غالية. وممكن إحنا نعيشها بطريقة رخيصة. بالضبط. لأن إحنا نبقى في وسط الممشا. فعندنا تم تيز pilafة كلها نحن نأكلها. يعني يمكن أن نأكل برخيصة، يمكن أن نأكل بغالي، يمكن أن نأكل في الطP.. książi igual снقل الب不多. ويمكن أن نعيشه لنا؟ يمكن أن نعيشة لنا. يعني جميع الput. فقال النزابي يمكن أن تحميل فعلاً الهدى ايضاً 구فّر في شرم الشيخ وغرداء. قبل معقبةarnia. حسنًا، حسنًا، هل هناك أخرى؟ أسمع أنه لديهم الهدايا السوفونيرز التي تتجب الهدايا التذكرية حسنًا فأخبرني، هل تعرف أشياء عنه؟ يعني، الأشياء التي تتجب من ذهب في الوقت أن تكون الشال دهب الذي يبقى عليه شوية زغارف لا أعرف اسمها إيه؟ زغرافة زغرافة، آه الشال الذي يبقى عليه زغرافة وشيات من هذا المثال وفي أيضًا منطلونات الدهب يعني، هذه معظم الأشياء وهي عملة مثل بانطلونات اليوغا أيها مريحة قوي وجميلة الواحد يقعد فيها اليوم كله في البحر بالضبط مثلاً، هذه معظم الأشياء والبندانة الدهب ولكن لذيذة، فيها حاجات حلوة لطاف، لطاف هذه الأشياء التي تجلب منها وفيها أماكن أخرى غير أن نذهب غير البحر وأن نشتري الهدايا التذكرية طبعاً، آه هناك أماكن كثيرة غير البحر يعني، هناك سفاري تتعامل هناك في الصحراء هناك قريبين جداً من النوابع فممكن من هناك نروح يوم ودي الوشواشي وبعيدة عن طابة أو قريبة؟ بعيدة شوية عن طابة قد إيه وقت مثلاً؟ بس مع طابة حلوة برد؟ ممكن ساعتين ممكن ساعتين على حسب تقوى، يعني ساعتين لطابة وساعة للنوابع حاجة في الرنج ده طيب، إيه بقى حكاية كهف الجارة؟ وهي هي الأماكن الممتعة في الصحراء الغربية؟ نعم، نعم، نحن لدينا أماكن كثيراً في هذه الهتة ولكن هذا كهف الجارة اكتشف بطريقة غريبة أو بالحظة تقريباً وهو مفروض أنه كان فيه مثل مستكشف ألماني وكان معاه دليل من الصحراء الغربية تقريباً أو حاجة وبعد ذلك، هم يتمشوا ودخلوا في عصفة رملية وخلاص بيتوه فدخلوا هذا الكهف بالصدفة تقريباً وبعد ذلك، من ساعتها ابتدى أن الناس تعرف هذا الكهف ومكانه وكل الكلام ده من أكتر الأماكن الغريبة اللي ممكن تروحها في حياتك كهف الجارة في الصحراء الغربية كهف الجارة موجود من ملايين السنين وجواه حاجات بترجع للإنسان ما قبل التاريخ بس أريها لك في آخر الفيديو كهف الجارة جواه تكوينات وأشكال غريبة جداً عمرك ما تشوفها في أي مكان تاني مكان ده اللي اكتشفه مكتشف ألماني والدليل اللي كان معاه الاتنين كانوا تايين في عصفة رملية ولولا الكهف ده كانوا ماتوا الحجر بقى اللي انتو شايفينه قدامكو ده عليه رسومات من إنسان ما قبل التاريخ ما تنسوش تعمله في اللولايت الكهف ده غريب جداً لان احنا يعني هو كهف في مستوى الأرض فمحدش بيبقى شايفه خالص تقريباً هو موجود على تبة صغيرة كده واحنا بقى الكهف عميد جداً لتاحت كهف من جوا بقى كله ترسبات حاجة اسمها صواعد ونوازل تقريباً عاملة زي مية الشلال بس كلها متجمدة فالمنظر فعلاً جوا عجيب وغريب ومش مفهوم ده تكون ازاي؟ هو مفروض يعني انه هو تكون عن طريق ترسبات المية وانه يتجمدد عن طريق بقى الزمن وكل الكلام ده بس المنظر هناك الصراحة رهيب انا عايز اقول لك ان انا عايز اتفرج عليها لانما روح هدخل على جوجل اتفرج على الصور شكله فعلاً حلو قوي هو تحفى بجد يعني فعلاً من الاماكن اللي انا اتخضيت منها لما دخلت علشان انا مكتش اعرف فعلاً ان في مكان زي ده موجود في مصر سو صعب ان احنا نروح هناك مش حاجة سهلة للصراحة يعني انا مقدرتش اذهب لواحدي يعني فعلاً روحت في ارجاني تور وديه مش طبيعة السفر بتاعتي فانا في الطبيعي انا بسافر لواحدي خالص من غير اي حاجة ده كان لازم اه دي معرفتش اذهب لواحدي صراحة عبد الرحمن بشكرك جداً 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 على وجودك النهاردة حسيت انها مش في انتروفيو حسيت ان احنا بنحكي حكاية جميلة ربنا يخليك مرسي قوي دي كانت نهاية حلقتنا نشوفكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي في نفس المعاد باي باي